موسيقى ازايكم اعملين ايه رب تكونوا كويسين معاكم همام ايفون ان شاء الله في الفيديو ده هنتكلم على الفرق ما بين الفونديشن او كريم الاساس والبيبي اه كريم هنمسكوا من كذا ناحية اول حاجة هنتكلم فيها وهي القوام تقريبا الاتنين بيبقوا قوام واحد ولكن البيبي بتحسوا كده كريمي اكتر لانه بيبقى فيه نسبة مرتب فبيبقى كريمي اكتر لكن فونديشن عادة بتبقى نسبة الكريم فيه قليلا الا الا ولو كان دي ميزة في مميزات الفونديشن ثاني حاجة انتي لو حابة تخرجي كل يوم باستمرار وتحطي حاجة فساعتها هتجري على طول على البيبي لان مش هيبقى اختيار صح ابدا ابدا لو استخدمتي الفونديشن كل يوم لاني ده هيعملك مشاكل كبيرة جدا اه وهيسد المسام هيطلع لك حبوب هيعملك بقع لما الكريم الاساس ده يتعرض في الشمس بالاستمرار يعني فساعتها هتجري وتستخدمي البيبي ده لان هو هيبقى ساعتها اختيار جيد جدا جدا لكي على النقيد طبعا لو حابة تروحي مناسبة مش هيبقى فضلك انك تخذي البيبي وتستعمليه وده لان البيبي التركيبة بتاعته خفيفة مش قوية الكفر بتاعه يبقى خفيف يدوبك بيوحد لون البشرة لكن الفونديشن اي نوع فونديشن بيبقى ليه طاقتية اعلى للبيبي طبعا تبقى على حسب نوع الفونديشن بتاعك هل هو التخطية بتاعته خفيفة متوسطة فول كافر على حسب الفونديشن اللي انت بتستعمليه كمان في ميزة حلوة جدا جدا في البيبي هتغلب الفونديشن وهو انه بيبقى فيه معامل حماية من الشمس بيبقى فيه اس بي اف يعني لو مسكنا مثلا البيبي ده هنلاقي ان الاس بي اف بتاعه اا خمستاشر وبيبقى على حسب البيبي اللي انت بتشتريه بيبقى فيه اس بي اف خمسة وعشرين وتلاتين على حسب النوع اللي انت جايباه ولكن طبعا الكريم اساس ما بيبقاش فيه اي اس بي اف ولو في اس بي اف بتبع انواع قليلة ااا وتقريبا في اي ظن مفيش او في قليل قوي حاجة كده لكن الاتنين مسويين لبعض في حتة انك لو بشرتك مسلا دهنية تقدر يجيبي اا بي بي بتغطية مت او فونديشن بتغطية مت فالاتنين بيساوي بعضه في الحتة ايه وي برضو لو انت بشرتك مش دهنية وعايز حاجة تديها اشراكة وتديها لمعان هتلاقي برضو البيبي بيعمل الحركة ايه والفونديشن بيعمل الحركة ايه على حسب النوع اللي بتختريه كمان اا من الحاجات اللي ممكن الفونديشن يغلب البيبي فيها وهي ان الفونديشن بيبقى فيه منه درجات كتيرة جدا جدا ولكن البيبي بيبقى الدرجات بتاعته قليلة شوية او محصورة في درجتين او تلاتة ماكسموم على حسب اللون الانتي او النوع سوري الانتي هتشتري منه ولكن احنا ممكن نعرضي الموضوع ده عشان البيبي المفروض انك بتحطي منه نقطة واحدة وتوزعيه على كامل الوش عشان يعمل كده تخضية خفيفة وتوحيدة يعني للبشرة او توحيد للبشرة فساعتها مش هتفرق معاك الدرجة انت بتختاري اقرب درجة ليك اخر حاجة بقى هنتكلم عليها وهي ان احنا هندخل شوية في اللايين بتاع نيترا افكت محقق معادلة حلوة جدا 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 بتبقى موجودة قليل في انواع البيبي هات او انواع يعني البيبي كريم وهي ان هو في مواد بتفيد البشرة وانتي حطوها زي بزور العنب زائد طبعا ان هو بيبقى في منه درجات وفي منه مستخلصات مختلفة على حسب النوع اللي انتي عايزاه مثل ايه طيب نتي الاراي الف check انا توحى الايه НА 까 subscribe مار في اوقات معينة زي طبعا فرح صهرة حتى الي انت تجنيني وتعمل لي Mates Show وتمسحيه مثلا فالفاونديشن هساعدك جدا جدا ولكن البيبي نات استعمالات تانية يعني انت مثلا لا تحبже المAKE up تبقى اوبر وتنزلي بي يا دوبك مثلا بتحطي مسكرة وروج ممكن تستخدم البيبي واحدة بتنزل كل يوم شغلها البيبي ده اساسي اساسي لان هو طبعا بيبقى فيه معامل حماية من الشمس وبيبقى فيه نسبة ترتيب فبتبقى حاجة لطيفة جدا لكن واحدة ما بتحبش الخالص وتحسه تقيل برضو تكلع على الله وروحي للبيبي برضو رياحي بشرتك من الكتر الحاجات يعني يوم كده انزلي من غير اي حاجة يا دوبك حتى روج مسلا والسانبلوك بتاعك يوم تاني انزلي بكريم النهار بتاعك مسلا والروج بتاعك مسلا كده حاولي تخففي وتريحي بشرتك او رموشك او عينيكي او او حواكبك حتى حاولي تريحيهم على قد ما تقدري اتمنى يكون الفيديو عجبكم وما تنسوش لايك الفيديو سبسترايب للقناة وبي باي